أهلا بكم برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات الأردن أقيمت في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة الصوفية بعمان صلاة من أجل وحدة المسيحيين حضرها رؤساء وممثلوا الكنائس الرسولية وجموع من المؤمنين تفاصيل أوفا في التقرير التالي تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات أحيت الكنائس الرسولية في المملكة صلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم تحت عنوان يمينك يا رب قديرة قادرة وشارك في الاحتفال الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة الصوفية بعمان المتروبوليت في نيذكتوس متروبوليت فيلدلفيا والمطران وليام الشوملي متران اللاتيني في الأردن والمطران ياسر العياش والمونسونيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والمطران إيفيديس إبريجيان النائب البطرياركي للأرمن الأرثوذكس في الأردن والأب بن يمين شمعون رعي كنيسة السريان الأرثوذكس والأب أنطونيو الصبحي رعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس في الأردن والأب غازي خوري رعي كنيسة الموارنة والقس فايق حداد رعي كنيسة الفاد الأسقفية العربية والأب زيت حبابي رعي كنيسة الكلدان في الأردن والأب زهير جيجي رعي كنيسة السريان الكاثوليك وممثلون عن المجالس والفعاليات في الكنائس الرسولية في الأردن ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية ونيابية وجموع من المؤمنين وقدم الأساقفة والأباء الكهنة ممثلوا الكنائس الرسولية في الأردن نصوصا مستوحاة من المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين بالاشتراك مع لجنة الإيمان والدستور في مجلس الكنائس العالمي فلنشكر الرب على تراث إيماننا المسيحي وعلى فعل الخلاص الذي حققه لنا في التاريخ كما رفع ممثلوا الكنائس الطلبات من أجل أن تتم الوحدة بين جميع الكنائس المسيحية ومن أجل الأردن وشعبه وقيادته وأن يرحم شهداء الوطن الذين قضوا من أجل أمن وأمان بلدنا الأردن الغالي أحمدك لأنك أعنتني وكنت لي خلاصا الحجر الذي رفضه البناءون صار رأس الزاوية وأثناء الاحتفال قام الأساقفة رؤساء الكنائس بقطع السلاسل التي ترمز إلى العبودية وفقدان الكرامة والعنصرية وقدرة الخطيئة على قطع الشركة مع الله وبعضنا مع بعض معلنين بذلك رفضهم لكل أنواع التفرقة والدعوة للوحدة المسيحية الكاملة وفي كلمة للمطران الشوملي جاء فيها حضورنا المسيحي اليوم مرتبط بهذا التاريخ المليء بالانقسامات والمآسي والآلام ومن الواضح أن غياب الوحدة بيننا يضعفنا ويبقى عائقا كبيرا دون الجهود الرامية إلى نفح حيوية جديدة في هذا الحضور على الأقل اليوم في شيء إيجابي سرنا نصلي مع بعض ونشعر بمرارة الانقسام ونطلب الوحدة من ربنا يسوع المسيح أنا متأكد أنه نحن الآن في الطريق الصحيح وأنه الوحدة أمامنا وليست بعيدة المنال إنما كل ما صلينا أكثر كل ما اقتربت ساعة الوحدة نعم نرسات مشروع مسكوني ويوحد المسيحيين لما نفتح عن نرسات ما منقول هذه مؤسسة تتبع كنيسة معينة إنما الكنائس كلها مخدومة من خلال نرسات نرسات الأردن أيضا يخدم الجميع بالتساوي وهذا أحد أسباب نجاح صلاة اليوم لأنه نرسات محسوبة على الجميع وليس على طرف فأتمنى الخير لنرسات وليل عاملين في هذه الفضائية إنه تجسدت الآية اليوم اللي قال عنها السيد المسيح بهذا يعرف الكل أنكم تلاميذي إن كان لكم حب تجاه بعضكم البعض فالحب هي ظاهر اليوم مختلف كناس الأردن موجودة بالرعاة تبعونها بمن يمثلهم بشعب كل كنيسة جاي قناة نرسات هي الكنيسة التي تدخل كل بيت أعتقد أن كل شخص لم تتاح له الفرصة أن يكون متواجد معنا اليوم أعتقد أنه لما هيشوف على شاشة نرسات هذا اللقاء المفعم بالمحبة اللي قال عنها السيد المسيح في الكتاب أعتقد أنه راح يتشجعوا والكل يصلي من أجل وحدة الكنيسة وبما أنه يسوع المسيح هو اللي بوحدنا ومنتناول جسد ومنشرب دمه فلازم نتحد فيه واتحادنا فيه بيخلينا نتحد ببعضنا البعض وإن شاء الله أنه يسوع المسيح وصلاة الوحدة ما تكون كلام ولكن تنشغل من القلب والمسيح اللي بيعتمد المحبة والحوار وكبول الآخر بيقدر يوصل للوحدة وإذا قدم زيته مثل يسوع المسيح ما بيقدر إلا أن يتوحد مع خيه ويكون شريك مع خيه برسالة يسوع المسيح وفي كلمة شكر للدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن قالت فيها إن اجتماعنا اليوم للسنة السابعة ما هو إلا تجسيد لجهود المحبة للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة ففي هذا اللقاء الودي الأخوي جسدنا جميعا كلام السيد المسيح حين قال أنتم نور العالم فاجتماعنا هنا اليوم للسنة السابعة ما هو إلا تجسيد لجهود المحبة للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة ففي هذا اللقاء الودي الأخوي جسدنا جميعا كلام السيد المسيح حين قال أنتم نور العالم ونحن سنقول لرب المجد بكلامك يا رب سيضيء نورنا للعالم وسنكون ذلك الملح الصالح الذي أرد ولنصلي بوحدة واحدة من أجل جميع المؤمنين الذين يؤمنون بإله واحد ضابط الكل لكي نتمكن من عيش الشركة الأخوية على مثال جماعة أورشاليم الأولى وأن نشهد للوحدة التي يريدها الله وأن نكون بصدق حاملية البشرة الصارة للعالم في ظل كل التحديات التي تعصف بشرقنا ونحن نعاهد الوطن أن نبقى الأوفية الذين يعملون دوما من أجل الوحدة الوطنية ليبقى الأردن أنموذجا يحتذا به في الوحدة والتآخي والوئام وسلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم جميعا كما عبر المشاركون في الاحتفال عن الرغبة والتأكيد على ضرورة وحدة الكنائس الرسولية من أجل خير الكنيسة جمعا اللي بقولها التجمع الموجود اليوم مع تنوعه تنوع الناس الموجودة بدل على إيش؟ بدل على رغبة صادقة من قبل جميع المؤمنين على تحقيق رغبة السيد المسيح ليكونوا واحدا مفروض فينا أن نكون جسد واحد، قلب واحد، نفس واحدة حتى نحقق رغبة السيد المسيح ليكونوا واحدا يا أبتي كما أنا وأنت واحد هاي هي أمنيتنا، هاي هي صلاتنا وإن شاء الله يا رب بمعونة السماء نتوحد كلنا ونصبح كنيسة واحدة إن الله على كل شيء قدير اللقاء اليوم كان لقاء متميز لأنه عنوانه هو الوحدة المسيحية الوحدة هي عنوان لروح المحبة، روح التآخي وللشهادة المسيحية في بلادنا وفي مشرقنا العربي اللي هي أصبحت مهمة أنه إحنا نظهر بصورة وبروح وحدة وبإرادة وحدة وهي انعكاس أيضا لحالة الوحدة الوطنية والتآخي في مجتمعنا الأردني اللي بتجسد أن هذا المجتمع هو مجتمع متحاب، مجتمع متضامن، مجتمع بدعو إلى الوحدة والتآخي التفال اليوم اللي قامت بتنظيمه محطة نورسات في الأردن يعني كان متميز بشكل كبير ويعني هذا بشير إلى الرسالة الإعلامية الوطنية والروحية اللي بتقوم فيها محطة نورسات في الأردن اللي أصبح حضورها متميز بكل المستويات وعمليا هي بتعكس من خلال فضائيتها لكل الحضور والشهادة المسيحية الوطنية اللي بتظهر صورة المحبة والتآخي وبتجمع كل أطياف مجتمعنا الأردني والمسيحي بشكل خاص وهاي يعني تحية خاصة لمؤسسة نورسات ولما حطت نورسات ونتمنى لهم يكونوا بمزيد من العطاء والتقدم ليس المطلوب اليوم أنه كنيسة تنغمس مع كنيسة تانية ولا أنه كنيسة تمحو هوية كنيسة تانية لكن المطلوب أنه نمد تسور من المحبة من التعاون والشراكة ما بين بعض يمكن يتبلش بمبادرات صغيرة لكن باتجاه الصحية أنا برجع بأكد على بصراحة قداسة البابا فرانسيس اللي أرسل مبادرة يمكن تبين ببدايتها مبادرة بسيطة لكن لها مغزى كبير وهو توحيد الأعياد في كل العالم وأنا بدأ سجع كمان العلمانيين أن نخرج من إطار الطائفية التعصبية ونخلي طائفيتنا فيها غنى للتبادل مع بعض نعمل تشاركية مع بعض الكشافة الشبيبة الأخويات إحنا إلنا دور العلمانيين بصراحة بأننا نبلش نشجع بنحو هذا الاتجاه تشجيع إيجابي لرؤسائنا اللي منقدرهم واللي منحترمهم وشاركت في إحياء الاحتفالية التي أدارها قدس الأب وسام منصور عدة جوقات من الكنائس الرسولية والمرنم فارس عباسي حيث قدمت خلالها عدد من الترانيم الشجية مصلين فيها من أجل الوحدة والسلام بالإضافة لمشاركة فرق كشفية وموسيقية ساهمت في تنظيم الاحتفال صلوا من أجلنا يا أصحاب السيادة لكي تبقى نورساد حاضرة في كنائسنا وفي كل بيت مسيحي في منطقة الشرق الأوسط والعالم اشتركوا في القناة